موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في اليوم الثاني وثلاثين بعد المائتين من العدوان على غزة المقاومة تواصل اشتباكها من المسافة الصفر وتعد المفاجأة تلو الأخرى لجيش الاحتلال الغارق في رمال القطاع والباحث هباء عن نصر وهمي جيش محاصر بالكمائن والقنص ويشاهد بأم العين سقوط جنوده ودمار مفخرة دباباته كابوس الميدان الذي يلاحق الاحتلال في غزة يتمدد مع ثبات جبهات الإسناد في لبنان والأراق واليمن على معادلات الردع ونصرة القطاع الصامد هذا المشهد سنستعرضه ونناقشه في ميدانية اليوم ونرحب بمحلل الميدين للشؤون الأمنية والعسكرية شارل أبي نادر مرحبا بك سيد العميد وأيضا سيكون معنا الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية هاني الدالي في هذه الميدانية ونستهل هذه الحلقة مشاهدين الكرام بالمشاهد التي نشرتها سراء القدس لقنص جندي إسرائيلي في محور نتساريم جنوب حي تل الهوى نشاهد ثم نعاقب جامزا 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 إذن سياد العميد كان هذا مشهد القنص والملاحظ بأن المشهد كان على محور نتساريم في الوقت الذي يعمل احتلال على تعزيز هذا المحور يبدو بأن المقاومة لازالت تضغط عليه حتى داخل أو على الجبهات الجنوبية أو الشمالية لمحور نتساريم عن مجمل التطورات الميدانية في قطاع غزة ومن ثم نعاقب على هذا الفيديو كيف هي صورة المشهد اليوم يعني إذا أردت ننتقل مباشرة إلى نتساريم نعم كل تأكيد يعني دائما كانت منطقة نتساريم هي نقطة ضعف تقريبا للعدو في هذه المنطقة إذا اعتبرنا أن تقريبا هنا جنوب تل الهوى في هذه المنطقة نتكلم عن قنص بالغول نتكلم عن مسافة 2000 متر أو 2 كيلو متر هذا من الطبيعي أن يكون هناك إمكانية لأن كل هذه المنطقة تقريبا من جنوب الشيخ عجلين منطقة تل الهوى المناطق التي تدخل إلى حي الزيتون هي بقيت مع المقاومة وبقيت المقاومة تسيطر عليها بين الطبيعي أن يكون هناك إمكانية لاستهداف نتساريم بهذه المسافة ونحن نلاحظ أيضا أن هناك يعني مرتفع كما يبدو من القناص أو قاعدة إطلاق القناص هي ليست المرة الأولى كانت دائما نقطة ضعف وكان هناك استهداف دائما ناجح في هذه المنطقة لذلك رأينا أكثر من عملية باتجاه المناطق الجنوبية يعني باتجاه الوسط كان هناك محاولات لحماية قاعدة إطلاق سريم أو حماية المنطقة العازلة بشكل كامل وأكثر من محاولة الدخول إلى حي الزيتون وإلى المناطق جنوب المدينة وأيضا كانت هي فاشلة لحماية إطلاق سريم يعني حماية إطلاق سريم أو المواجهات أو الاستهدافات في الوسط من اتجاه الشمال ومن اتجاه الجنوب هي مختلفة عن استهدافات في جباليا مثلا أو في خان يونس هي فقط لحماية المنطقة الوسطى وكانت دائما تفشل وحدات العدو في حمايتها يعني الأساس اليوم في المنطقة الشمالية هي منطقة جباليا مخيم جباليا وأين وصل العدو نستطيع أن نقول أحمد أن العدو هو اخترك في داخل المخيم هي نقطة أساسية هو اقترب من منطقة حي العجارمة وصل إلى حي القصصيب هناك اشتباكات في حي القصصيب ضغوط من اتجاه منطقة الفلوجة هذه تقريبا هي المنطقة التي نستطيع أن نقول أنه دخل منها في منطقة حي السكر طبعا المناطق التي تعرض لها في العبوات في القزائف اليسين من اتجاه المناطق الشمالية من اتجاه مشروبات لهيا من اتجاه مستشفى كمال عدوان ومن اتجاه المقابر من اتجاه حي الصفطاوي منطقة الفلوجة في هذه المناطق أيضا من اتجاه البلد يعني جباليا البلد هناك ضغوط هذا الدخول للعدو هذا لا يعني أنه سيطر على هذه المنطقة هي منطقة اشتباك بشكل كامل يعني اليوم هناك إفادات من سرايا القدس ومن القصام عن استهدافات لدبابتين ميركافا وجرافة ديناي هي استهداف أولي أو من ضمن كمين هناك استهدافات أيضا لجرافة أخرى مع دبابة ميركافا وهناك استهدافات أكثر من استهداف لتجمعات ودائما في أسلحة مختلفة اليوم نتكلم عن عمليات المركبة هذه العمليات المركبة اليوم هي تفعل فعلها على المناطق التي دخلت إليها وحدات العدو داخل عمق مخيم جباليا لماذا نتكلم عن عمليات المركبة أو لماذا تعتمد وحدات المقاومة اليوم على العمليات المركبة في هذه المنطقة نتكلم نلاحظ يعني في قلب عمق مخيم جباليا هناك مناطق مقتزة مناطق سكنية العمليات المركبة والتي هي عبر العبوات الشواز أو العبوة الرعدية عبر القزائف التنضم أو عبر القزائف ضد الأفراد وعبر القذف اليسين لأن العدو بدأ يحتاط أكثر في دخوله بدأ يضغط أكثر بدأ يستعمل جرفات أكثر لفتح محاوره ولحماية محاوره من العبوات الناسفة اضطرت المقاومة أن تعالجه بعدة أنواع من الأسلحة لكي تتجاوز إمكانية أن يهرب من هذه العبوات وهذا من الأسباب التي نلاحظ في المرحلة الأخيرة يعني خلال الأيام السمانية الأخيرة أو الأسبوع الأخير تقريبا العدد الأكبر من عناصر العدو سقطت في الأليات الأساسية هي النقطة الأساسية ربما قزائف اليسين بدأ العدو إذا استعملت لوحدها بدأ العدو يعني يتعلم كيف يتجاوزها من خلال إقفال ربما الصغرات التي كنا نشاهدها عندما تستهدف باليسين جاءت عبوة الشواز لكي تعطل الجنزير مثلا لم تعد القذية الألية لها القدرة على التحرك تتعطل في مكانها هنا تتدخل القذفات الأخرى إذا كان التنضم أو اليسين في الأماكن الأخرى في خلفية الدبابة أو في الجوانب الضعيفة من هنا يعني ينجح وحدات تنجح وحدات المقاومة في إسقاط عدد كبير من الجنود النقطة الأخرى لماذا تسقط أيضا هذه العناصر لأن هذه البؤرة التي دخل فيها العدو هو بحاجة للدخول إلىها يعني كنا نلاحظ أنه دخل في منطقة حي الزيتون في هذه المنطقة أكثر من مرة وخرج دخل في خان يونس وخرج ولكن حتى اليوم نحن نتكلم عن اليوم الخامس عشر تقريبا في جباليا وهو منصر على الدخول بالرغم من العدد الكبير من الخسائر لماذا؟ آخر خبر ربما كان عن أن العدو يعني حصل على سلاس جسس لأسراه من جباليا يبدو أن لديه معطيات معينة عن أسرا معينين إذا كان الجسس أو ما زالوا أحياء وقد يبدو اليوم أنا قلت منذ فترة أن الخروج من جباليا بدون تحقيق نتيجة مثل خان يونس سوف تكون صفحة معنوية لذلك هو يصر رغم الخسائر الكبيرة ورغم ما يدفعه من جهود في جباليا لكي يخرج من معركة جباليا على الأقل ربما لو يخرج بعد فترة ويقول أنه حصل على عدة جتس كان يمكن أن يضعه كأنجاز أو كهدف لعمليته ولكن حتى الآن لا يمكن له أن يخرج رغم هذه الخسائر طيب السيد العميد هل أفهم منك أن هناك تغييد في تكتيك المقاومة المقاومة في باقي المناطق كانت تسمح للاحتلال بالدخول ومن ثم تقوم باستياذي بالكمائن لكن من الملاحظ أنه في معركة جباليا هناك نوع من محاول تعرق للتقدم الأليات الإسرائيلية ومنع تقدمها من الأساس هل هذه المعلومة التي ذكرتها أنه يبحث عن إنجاز ما ربما يتعلق بالجثث أو بالجنود هو السبب لهذا التكتيك المتبع باعتقد يعني المعركة جباليا هي معركة تغسر عضو من اتجاه المقاومة ومن اتجاه العدو يعني كما قلنا موضوع الأسرة هو أساسي أيضا نلاحظ أن منطقة جباليا جباليا المدينة أو البلد مع المخيم هي العمق الرئيسي أو نواة الدفاع الرئيسية للشمال إذا استطاع أن يسيطر بنسبة كبيرة بين جباليا البلد وبين المخيم يكون قد لديه الإمكانية للسيطرة في كل الاتجاهات تقريبا بالإضافة طبعا ليفصل المناطق الأساسية بيت لهيا وبيت حنون عن الوسط يعني سيطرته بمعزل عن موضوع الأسرة والذي هو مهم وأنا بتقديري أيضا يبحث أو يسعى إليه سيطرته الميدانية على جباليا البلد مع جباليا المخيم تعطيه إمكانية واسعة أمروح واسعة جهورفية في قلب القطاع بالمقابل المقاومة هي تريد أن تكسره في هذه المعركة وهي تحتاط لها يعني كما يبدو كنا نتكلم عن شجاعية تكلمنا فترة تكلمنا عن حي الزيتون تكلمنا عن منطقة الزنة ولكن تبين أحمد أن منطقة جباليا ربما هي تبين أنها عصب قوي في الدفاع للمقاومة طب هذا فيما تعلق بشمال القطاع ماذا عن جنوب القطاع سيطرت العميد وتحديدا رفح رفح أيضا معركة لا تقل أهمية بشكل يعني أساسي عن هي معركة ربما استراتيجية بالنسبة للأعدو مثل معركة تقريبا الشمال وأهم لماذا أخذت بعد دولي أخذت بعد يتعلق بالعلاقة مع مصر مع الأمريكيين يقال أن هناك تحدي للأمريكيين قال نتنياهو أننا سوف نكسر إذا لم ندخل إلى رفح كل هذه العناوين أعضوها لرفح ولكن حتى الآن يعني عمليا على الأرض لا تواجد للعدو أكثر من هذه المنطقة التي أشير إليها حتى بوابة تقريبا لم تصل هنا بوابة صلاح الدين هي غير معبر صلاح الدين أو طريق صلاح الدين التي تنطلق إذا اعتبرنا هي طريق صلاح الدين باللون الأحمر التي تدخل من معبر رفح ولكن بوابة صلاح الدين هي متقدمة غربا باتجاه مفترك كير هي المنطقة الأساسية التي تبقت من منطقة فلاديلف التي لم يسيطر عليها العدو هي هذه المنطقة تقريبا هي هذه المنطقة المعارك اليوم هي في حي السلام في حي الجنينة في منطقة بوابة صلاح الدين هذه المنطقة تشهد معارك كبيرة وكما كنا نتكلم عن معسكر جباليا يبدو أن المقاومة اليوم أيضا تعطي أهمية قصوى لهذا المربع الرئيسي الأساسي هذا هو المربع عمق المدينة مخيم الشابورة تقريبا في هذه المنطقة المنطقة التي تمتد باتجاه الغرب باتجاه البحر وباتجاه منطقة تل السلطان في هذه المنطقة التي هي منطقة إيواء ضخمة وأساسية هي عمق اليوم المعركة إذا سيطر العدو على هذه المنطقة يستطيع أن يسيطر على معبر فيلادالفيا بشكل تقريبا كامل ويستطيع أيضا أن يؤمن نقاط تحكم في عمق المدينة بجاكل كامل لذلك أيضا معركة المقاومة اليوم تركز على عمق هذه المنطقة مثل ما كنا نتكلم عن العمليات المركبة التي تنفذ المقاومة في جباليا أيضا نفس النموذج نفس المناورة تتبعها المقاومة اليوم في معركة حي الجنينة حي السلام ومنطقة الشوكة تقريبا وبمواجهة بوابة صلاح الدين هي نقطة أساسية أيضا إذا صمدت فيها المقاومة مثل ما صمدت في جباليا وكبدت العدو خسائر بانتظار تغييرات ربما سياسية أو استراتيجية تتعلق برفع تكون قد فازت في هذه المواجهة الحساسة ضد العدو طب أنتقل إليك دكتور هاني وفي سؤال عن تطور ميداني ملاحظا في المعارك خلال الأيام القليلة الماضية يلوحظ أن في معظم الآليات أو من بين معظم الآليات التي تم تدميرها من قبل المقاومة هناك جرفة الدي ناين يعني سابقا كان معظم التركيز إما على ناقلات الجند أو على الدبابات الإسرائيلية ولكن ملاحظ أنه خلال اليوم والأمس تم تدمير أو استهداف عدة جرفات من نوع دي ناين هل تعتقد بأن لدى المقاومة تكتيك جديد أو أسلوب جديد في التركيز على استهداف هذه الجرافة لما لها من أهمية في ساحة المعركة بالتأكيد وهذا واضح من خلال تكتيكات المقاومة الفلسطينية وخاصة أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام يستخدم الجرافات وخاصة دي ناين بكثافة وبشكل كبير جدا وكذلك استفادت المقاومة الفلسطينية من التجارب السابقة حول استهداف أليات الاحتلال الإسرائيلي ونجاحها في أكثر من مرة في تدمير دي ناين رغم ما يحيطها من تدريع سواء كان شبكي أو تدريع خاص لهذه الجرافة لذلك واضح هناك تركيز أيضا تركيز بجانب آخر ليس بعمليات الاستهداف سواء بالقذائف أو بعمليات العبوات ولكن بعمليات القنص المباشرة والاختراق المباشر لهذه الناقلات وأيضا لاستخدامها بكثافة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الميدان طيب هذا فيما يتعلق بموضوع بعض الطورات الميدانية أما فيما يتعلق بردود المقاومة سراء القدس نشرت مشاهد من قصف مستوطنة سيديروت في غلاف قطاع غزة برشقات صاروخية نتابع هذا الفيديو ثم نعقب موسيقى موسيقى إذن كانت هذه مشاهد بثافة سراء القدس لاستداف مستوطنة سيديروت في غلاف قطاع غزة طبعا هناك تقرير آخر أيضا مهم جدا تم نشره على موقع إسرائيلي أحد المواقع الإسرائيلية في صحيفة مكوري شون هذا التقرير يتحدث عن عدد من نقاط الضعف التي بات يعاني منها الجيش الإسرائيلي سنحاول أن نصلط الضوء أكثر على هذه النقاط لأنها مرتبطة ارتباط وثيق بالميدان الذي يجري في قطاع غزة سيد العميد التقرير يقول بأن الجيش الإسرائيلي ما يتواجد بحوزته الآن حاليا هي أقل من نصف الدبابات التي كانت لديه قبل عشر سنوات وأقل بكثير من الخط الأحمر بلغة الأرقام ماذا يعني هذا الأمر يعني أولا أقل من ما كان لديه منذ عشر سنوات طبعا هناك سببين لهذا الموضوع السبب الأول هو بعد حرب تموز 2006 وبعد أن وجد أن هناك تقدم في قدرات المقاومة خاصة يعني مجزرة الميركافا لم يعد يعتمد على الدبابات وربما لم يعد يعطي أهمية للعدد الرئيسي الأساسي للدبابات لأنه يعتبر أن معركته بالدبابات تقريبا إذا كانت مع لبنان أو مع المقاومة في لبنان يعني هي الأساس لم يكن يعتبر أنا بتقديري أحمد أنه سوف يكون هناك مواجهة بهذا العدد الكبير من الدبابات فيما يحصل اليوم في معركة طوفان الأقصى هذا سبب دفعه الرئيسي لا يزيد عدد دباباته هذا من ناحية من ناحية أخرى اليوم حتى لو وصل إلى الخط العادي أن الخط الأحمر هو هو الخط الكافي لكي يكون هناك تجهيز لوحداته ولفرقه إذا اعتبرنا أن للعدو ست فرق مدرعة أساسية خمس فرق أساسية مع فرق أحتياط مدرعة الفرق المدرعة عادة تقريبا بحدود المئة الدبابة أو مئة وعشرين دبابة حسب إذا كانت فيها وحدات خاصة أو لم يكن فيها وحدات خاصة هذا العدد لا يمكن أن ينزل عن هذا الخط هذا هو الخط الأحمر الأساسي اليوم واضح أن هذا العدد هو تنقص كثيرا لماذا؟ كل يوم نحن نلاحظ أو نتابع أن هناك استدافل دبابة دبابتين ثلاث دبابات على كل المحاور هذا فقط في الشمال في الوسط معركة خان يونس كلفته كثيرا في جبهته الشمالية مع لبنان أيضا هناك عدد كبير للدبابات والدبابات التي تستهدف في القازف ياسين وبعبوات الشواز لا يمكن أن تعود إلى الخدمة خلال فترة قصيرة واليوم العدو في معركة مفتوحة لا يمكن له أن يعيد إصلاح هذه الدبابات وإعادة ضخها في الميدان ومع وحداته بنفس مستوى العدد الأساسي من هنا نلاحظ أن هذا العدد طبعا هو خف آخر طلب للولايات المتحدة الأمريكية والتي هددت بإيقافه هي قزائف دبابات ودبابات لأنها علمت استنادا لطلبات إسرائيل أن لديها نقص كبير في عدد الدبابات في هذه النقطة من هنا معركة القازف الياسين هي أهميتها أو القازف التاندم أو العبوات الشواز ليس أهميته فقط إسقاط القتلى للعدو وهذا يحصل ولكن أهميتها أيضا أو نتائجها أن عدد الدبابات والتي دائما كان سلاح الصدم لدى العدو هو يتناقز بشكل تدريجي طيب دترهاني هذا التقرير أيضا الذي تناوله نفس الموقع يتحدث عن وجود حاليا حوالي عشرة آلاف جندي مصنف إعاقة في الجيش الإسرائيلي يعني ليس مئة أو مئتين وإنما عشرة آلاف كثير منهم شخصوا بشخص مرضهم على أنهم مرضى نفسيين أولا كيف تقرأ هذا الرقم عشرة آلاف والسؤال الثاني إذا كان يصنف مريض نفسي هل هذا يعني أنه حيد من العمليات القتالية وبات خارج العمليات القتالية بالتأكيد نحن هذا السؤال مهم جدا الإصابات دائما هي التي تحدد عدد قتل الاحتلال الإسرائيلي اليوم نحن نتحدث عن عشرة آلاف الإحصائيات يوما بعد يوم واضح أنها تتكشف لدى الاحتلال الإسرائيلي عندما نقول ثلاث إصابات بمعنى مقبلة واحد قتيل عندما نقول هذا العدد من الإصابات عشرة آلاف أو أقل أو أكثر وهو بالمناسبة هذا العدد الحقيقي الذي سيفضح الاحتلال الإسرائيلي وسيتحدث عنه من خلال الخلافات الداخلية هذا يبين أولا أن هناك عدد كبير من القتل لدى الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز الأعداد المعلنة ويضاعف الأعداد المعلنة بشكل كبير جدا إن كان الاحتلال تحدث عن خمس تلاف فالأعداد تكون بالتأكيد مضاعفة عن هذا العدد إما ضعف أو إما ضعفين وهذا معروف أن الاحتلال الإسرائيلي يعترف فقط بثلث النسبة أو ربع النسبة الخسائر لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي من الإصابات أو من القتلة أما الناحية الأهم وهي الأهم كما تحدث في سؤالك موضوع الإصابات بالتأكيد عندما نتحدث اليوم عن إعاقة أو جانب نفسي أو مرض نفسي أو حتى مشاكل متنوعة في الأمراض النفسية بالتأكيد نحن نتحدث عن تحييد كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهو لا يسطح للخدمة العسكرية وسيادة العميد يعرف ذلك أن أي خلل يصيب الجندي المقاتل أو أي من الرتب العسكرية بالتأكيد هذا لا يسطح في مصاري العمليات تحديدة ممكن يتم استخدامه إن كان مستوى الإصابة النفسية يعني أقل من متوسط يمكن خارج ميدان المعركة أما ميدان المعركة بالتأكيد يتم تحييده في المعركة من المعركة طب نتحدث دكتور عن عشرة ألاف هل هذا يشكل فارق في المعارك في قطاع غزة عندما يتم تحييد عشرة ألاف جندي سواء مصاب جسديا أو نفسيا نعم نحن اليوم نتحدث عن عشرة ألاف أن تنظر المقابل أيضا بالجبهة الداخلية الإسرائيلية نحن نتحدث عن خسائر كبيرة بالتأكيد هذا سابقا في المعارك الاحتلال الإسرائيلي ضد أي جبهة من الجبهات وضد أي معركة في المعارك التي كان يخوض جيش الاحتلال الصي هذا كان يشكل سبب من أسباب توقف هذه المعارك لأنها تعتبر من الخسائر التي تعتبر كانت من التهديد الأساسي لإطالة أمد المعركة لدى العدو الإسرائيلي ولكن واضح أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أن هذه حرب وجودية لذلك هناك تغيير في النظرية الإسرائيلية وتغيير في موضوع الخسائر بمعنى أنه قادر أن يتحمل عدد كبير من الخسائر وهذا أصبح واضح سواء كانت خسائر مادية أو خسائر بشرية خسائر اقتصادية أو حتى الخسائر التي تلحق بالكيان الإسرائيل على مستوىات الأخرى القانونية والسياسية والدبلوماسية وكذلك على المستوى الدولي لأن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر حرب التي يخوضها هي حرب وجود هو تحدث أصلا وهذا كان معروف أن الاحتلال الإسرائيلي لا يخوض حرب طويلة الأمد اليوم نحن نتحدث عن الشهر الثامن لهذه المعركة بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي واضح أن حرب الوجود هذه تشكل تهديد حقيقة على وجوده لذلك هو سيستمر في هذه المعركة سيد العميد في ذات التقرير يقول التقرير النقص الجنود ملموس في جميع أنحاء الجيش لكن النقص الأكبر موجود في مستوى الضباط الميدانيين بين قادة الوحدات والسرايا لماذا هذا النقص الكبير في القادة الميدانيين في الجيش الإسرائيلي واضح لأن معركة العدو اليوم أغلبها اقتحامات مباشرة رأينا بداية عند أول اقتحامات في الشجاعية لوحدها الشجاعية حصل هناك سقوط لعدد كبير من قادة كتائب وأمري سرايا وقادة سرايا أيضا في لواء جولاني وفي جفعات أيضا في أمكان أخرى الضباط الميدانيين أحمد هم الذين يتولون أو يكونون على رأس المجموعة التي تداهم وهي نقطة أساسية يعني الضباط الإداريين أو الضباط اللوجستيين هم يبتعدون أو يكون مهمتهم بالأساسية إدارة العملية أو إدارة قيادة المجموعة من الخلف تأمين الإدارة تأمين اللوجستية تأمين الخدمات بينما الضباط الميدانيين هم المعنيين واليوم أخطر معارك ينفذها تنفذها وحدات العدو هي في المناطق التي كنا نتكلم عن جباليا عن شجاعية عن حي الزيتون عن مناطق خان يونس اليوم في رفح كلها مناطق احتكاك متقارب واحتكاك مباشر والعدو أو الخصم بالنسبة للعدو وهو من هي عناصر المقاومة المتمرسين والذين بدأوا يتفنونهم في العمليات المركبة في عمليات القتال المتقارب لذلك أغلب سقوط نسمع دائما سقوط الرائد سقوط النقيب سقوط الملازم الملازم أول آمر الفصيلة آمر السرية كل هذه الضباط هذه الرتب الميدانية الأساسية هي التي تقود العمليات الخاصة من هنا نشاهد أن هذا العدد الكبير من الخسائر في هذا النوع من الضباط هل وقع الجيش الإسرائيلي في فخ محاولة تحديث أسلوب وطريقة عمله بالاعتماد بشكل أكبر على الضباط والقادة الميدانيين بمعنى أن هذا هو أسلوب وتكتيك الجيش العصري والحديث هل وقع في هذا الفخ الآن؟ الفخ الأساسي هو أن يخرج من هذه المواجهة هو رابحا بدون خسائر هي النقطة الأساسية لذلك هو منطر أن يزج بالقدرات الموجودة لديه لكي يربح المعركة لن ينفعه إذا حيد اليوم الضباط الميدانيين لكي يلتزم بعدد معين وخسيرة معركة وهذا من ناحية ولكن طبعا بعد هذه المعركة كيف سوف تكون النتائج؟ أعتقد أن هناك نقاط عدة في بنود العقيدة القتال لدى العدو سوف تتغير مثل ما غير في بنود عقيدته بعد معركة الـ 2006 ضد لبنان أيضا هو مجبر أن يغير بنود أساسية في معركته بعد هذه المواجهات القتالية أو الأعمال القتالية المختلفة بالكامل عن ما تدرب عليه بشكل عام طب دكتور هاني المحل العسكري في صحيفة هارتس عموس هرأيل يقول في الجيش الإسرائيلي يتحدثون عن ضرورة إدارة اقتصاد الذخيرة من أجل إبقاء مخزون القدائف والقنابل لإحتمال نشوب حرب شاملة ضد حزب الله إذن هل فعلا الجيش الإسرائيلي أفرط في استخدام القدائف والصواريخ في قطاع غزة إلى درجة دفعته إلى مثل هذا الإجراء بالتأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس أفرط دائس الاحتلال الإسرائيلي استخدم الذخيرة بشكل جنوني جدا وبشكل انفعالي جدا وهذا كان واضح جدا وحتى هذه اللحظة هو يعاني من استخدام الكثافة النارية والكثافة باستخدام الذخيرة من خلال نفاذ الأهداف التي تحدث عنها وكذلك أيضا مراوحة بالمكان لتحقيق الأهداف لذلك واضح أن نتائج ذلك الآن واضح أن الاحتلال الصغير يعاني من هذه النتائج بمعنى تأثير ذلك أصبح واضح على تحقيق الأهداف تأثير واضح أصبح على موضوع الزخيرة لأن الزخيرة أصبحت إشكالية هي ليس في إمن المستحيل وليس الآن تواجه صعوبة لكن فيها إشكالية بموضوع الدعم وخاصة عندما نتحدث عن الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي والإحراج الدولي في هذا الموضوع ولكن في النهاية حديث الاحتلال الإسرائيلي وموضوع الاقتصاد بالزخيرة هو لأنه يبدو أن هناك إدراك إسرائيل لأن المعركة ستكون طويلة الأمد وأن معركة الجبهة الشمالية مع لبنان قادمة لا محالة لذلك هو يحاول أن يصل إلى هذه النسيجة ولكن السؤال الأهم حديث هذا الضابط حول اقتصاد بالزخيرة هل بالاحتلال الإسرائيلي طول مسيرته وطول إن شاء على الكيان استخدم الاقتصاد بالزخيرة وهي ركن أساسي من أركان الهجوم في أي معركة أو حتى الدفاع في المعركة في حال كانت المعركة طويلة أنا بتقديري لا لأن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد بشكل أساسي على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول الغربية التي لا تبخل على الاحتلال الإسرائيلي في مده الدائم في الأسلحة كل الأسلحة التي تلزم الاحتلال الإسرائيلي وكل حديث حول عن تراجع وحول عن النظر في هذا الموضوع كله كذب وتضليل إعلامي ومحاولة تضليل الرأي العام المواضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا أعتقد أنه من الممكن أن يستخدم الاقتصاد بالقوة وخصصه في معارك غزة أو حتى معارك لبنان لأنه يحاول أن يعوض عن ضعفه في تحقيق الأهداف ضعفه في التقدم من خلال الكثافة النارية والأحزمة النارية الكبيرة لمحاولة تأمين القوات وهي نقطة مهمة جدا أننا نتحدث عنها في حلقة سابقة وهي أن الاحتلال الإسرائيلي يخسر في غزة وخاصة بتقدم شمال قطاع غزة الرشاقة العسكرية من خلال تأمين قواته في الميدان وهذا التأمين يلزم جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام كثافة نارية كبيرة وتحقيق أمل للقوات الخاصة والقوات العسكرية مما يثق الجيش الاحتلال الإسرائيلي ويخسره في موضوع القذايف وحتى في موضوع الأهداف وتكون الرشاقة للمقاومة الفلسطينية يعني بالحديث عن الرشاقة العسكرية سندب إلى الرشاقة البدنية والجسدية سيادة العميد من الوضع في التقرير يقول بأن الجنود الإسرائيلي متعبون ويعانون من عدم القدرة على أداء المهام القتالية بالشكل المطلوب منهم على الصعيد البدني والجسدي ماذا يعني عندما يستدع جنود احتياط مرتين وثلاث مرات للقتال طوال ثمانية أشهر كيف يمكن أن يؤثر بدنيا عليهم هذا الأمر طبعا هذا الموضوع يؤثر بدنيا ونفسيا وجسديا لم يعود لديهم القدرة على الاستمرار في المعارك الصعبة عندما نتكلم عن معركة هو إذا كان داخل غزة يعني لا يمكن أن نتخيل أنه عسكري للعدو أو حتى مقاومة يقاتل داخل غزة هو يستطيع أن ينام خلال الـ 24 ساعة ساعة واحدة أعتقد أنه إذا استطاع أن ينام من صوت قذائف وصوت الاشتباكات لن يستطيع أن ينام هذا بالإضافة لأنه سوف خاصة العدو سوف يكون متوتر وسوف يبقى دائما مستنفرا نفسيا ومستنفرا جسديا طبعا هذا الموضوع يسبب إرهاب كبير ولكن هذه النقطة أحمد هي من النقاط الأساسية التي بنى عليها العدو عقيدته العسكرية بالحرب الخاطفة لأنه لا يستطيع أن يتحمل حرب طويلة أو حرب غير خاطفة اليوم لم تعد فقط حرب طويلة حرب ثمانية أشهر في هذا المستوى وفي هذا الجهد وفي هذا الاستنفار على هذا المستوى الضخم جدا هي حرب طويلة وصعبة جدا لذلك أعتقد أن هذا الإرهاق هو طبعا يصيب كل جنود العدو وليس فقط الجنود في المدان القادة العملانين الذين يديرون غرف العمليات هم أيضا يتعبون في هذه المواجهة وربما هذا بكل تأكيد بات واضحا في عملياتهم القتالية ومعظم جنودهم يكادون يكاد لا يستطيعون التصرف بشكل منطقي وطبيعي عند تعرضهم لأي حادث نستكمل عرض مشاهد أو مقطع الفيديو التي بثت المقاومة كتاب شدال أقصى نشرت مشاهد من العملية المشتركة التي نفذتها خلف استوديو سلطان في مقيم جباليا قبل ثلاثة أيام وشملت قصفة جمعا لجنود الاحتلال وآلياته نشات السلام عليكم وما مرحبا لكم وما مرحبا لكم وعادنا على الأيام اللي تهزمه فقط صيب تريدين بيهزمه فقط تأكيدين تتعرضين لغاية دهاجم وإنها فهنا تلتحقيقة ومعادة الباطنة لن تسقط لكذا أولا تؤدمه بسوله وما مرحبا لكم وما مرحبا لكم كتاب القسام نشرت فيديو عن أسر الاحتلال لديها بانوان هل سيقضي أسر السابع من أكتوبر ما قضاه هؤلاء متابع ترجمة نانسي قنقر طبعا دكتور هاني بالعودة إليك وهذه المشاهد التي سواء بسهد كتاب القسام أو كتاب شهداء الأقصى أيضا تأتي تزامنا مع إعلان سراء القدس بأنها استعدفت بصاروخ 107 موجه تجمعا لجنود العدو الصيوني في محيط مستشفى الصداقة التركي في مدينة غزة وهذا المعروف بأن مستشفى الصداقة هو عصب ومحور نتسريم وتتجمع فيه الأليات الإصالية عندما نتحدث عن استخدام صاروخ 107 بطريقة موجهة حتى نشرح أكثر للمشاهدين ما المقصود وكيف يمكن ذلك؟ أولا نحن نتحدث عن الميدان الذي يتم استهدافه هو محور وممرنة سريم وهذا مهم جدا أن المقاومة الفلسطينية أصبح تكتيكها في حال انشغال وتوزيع الفصائل الفلسطينية أعمالها يتم التركيز على الاحترال الرسائل لشمال قطاع غزة جنوب قطاع غزة منطقة المسئولية لسواء كان غزة في غزة المنطقة الجنوبية حيز زيتون تل الهواء الكتائب الموجودة في هذه المنطقة أو الكتائب الأخرى في دير البلح أو كتيبة سريط المغراقة هذه الكتائب تكون أيضا في انشغال الفصائل الأخرى المقاتل أو الكتائب المقاتل هي تكون أيضا في انشغال بمواجهة في أهدافها خطنة ممرنة سريم باستهداف مباشر لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهذه نقطة مهمة جدا اللي احتلال المقاومة أخرت على عاتقها أن لا يأمن الاحتلال الإسرائيلي في نات سريم كما لم يأمن طوال 20 سنة من احتلاله لهذه المنطقة وتم إخراجه في 2005 اليوم المقاومة الفلسطينية تستخدم سواريخ بشكل متنوع وهذا بالتأكيد اليوم نتحدث عن الهاون وصروق 107 ويتم استخدامه بهذه الطريقة المعدلة التي يتم استخدام الهدف فيها مباشرة وتحقيق أكبر إمكانية بالخسائل لدى الاحتلال الإسرائيلي وبالمناسبة الخسائل تتزايد يوما بعد يوم وقاصة في هذا الخط واليوم أيضا من المفارقات الموجودة أنه حتى الرصيف العائم أمواج قطاع غزة يعني رمته إلى وأبعدته إلى إزدود وهذا أيضا من يعني تجليات آيات الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة نتحدث عن اللي هو الدبابير التي لسعت الاحتلال في رفح نتحدث عن الرمال التي الفطريات التي أضاقت الإحتلال الويل اليوم نتحدث عن بحر غزة سابقا نتحدث عن كل أماكن قطاع غزة في يعني مواجهة جيش الإحتلال الرصائي الإحتلال الرصائي الذي أنا أقول لك تورت في رمال قطاع غزة اليوم تورت في بحار قطاع غزة وبحر قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية ما زالت تذيقي الإحتلال إسرائيلي الموت والقتل والدمار من خلال هذه اللوحة الوطنية كتاب شهوداء الأقصى كتاب القسام c razor القدس كتاب المجاهدين في تنوع عملياتهم وهذا من النقاط المهمة في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي وإلامه في كل مكان وفي كل موقع موجود فيه من شهر مايو من شهر مايو لحتى هذه اللحظة من بداية هذا الشهر حتى هذه اللحظة نتحدث عن أكثر من 37 قتيل إسرائيلي ما يعادل 11% من قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي طول بداية العدوان على شعبنا فلسطين وهذا بالتأكيد يؤكد الخسائر الكبيرة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المحركة وأن الاستنزاف ليس لصالح الاحتلال الإسرائيلي طيب السيد العميد هذا فيما يتعلق بإجابة قطاع غزة لو أردنا أن ندب إلى الجبهة الأخرى الضفة الغربية كيف كانت هذه الجبهة على مدار 24 ساعة الماضية يعني الضفة الغربية هناك نموزجين من أعمال العدو تقريبا طبعا الأغلب هي اقتحامات هناك نموزج العادي نتكلم عن الاقتحامات مثلا اقتحامات في شرق رمالة في شرق منطقة الكدوس أيضا في منطقة كالانديا في قلقيليا في طول كارم هي استهدافات أو اعتقالات واقتحامات عادية هناك أيضا نموزج آخر يتعلق بالمنطقة الشمالية الشرقية تقريبا هي المنطقة الأساسية نتكلم عن حاجز تياسير تم هناك ضغوط كبيرة وتدعم هذا الحاجز لأن هذا الحاجز هو تقريبا يربط منطقة جنين نلاحظ مع منطقة طباس مع منطقة الأغوار وهي نقطة أساسية يبدو أن العدو اليوم بدأ أو يشك أن هناك إمكانية لتسلل معين أو اعتبر أن هناك صغرة معينة من اتجاه منطقة أغوار الأردن من اتجاه الشرق تتأثر في منطقة الشمال ودائما كانت المنطقة الشمالية يعني بين الطباس وبين جنين هي منطقة ضعف أو نقطة ضعف بالنسبة للعدو ومنطقة هي قادرة على التأثير على العدو باتجاه المنطقة الشمالية أكثر من غيرها لذلك كانت عملياته باتجاه أريحة هناك أيضا تشديد على كل الحواجز واكتحامات استنادا لمعطيات استعلامية إلى منازل مقاومين أو منازل سكان فلسطينيين عاديين يبدو أن لديه معلومات أو معطيات تتعلق بهذا الموضوع بالإضافة لي تشديده على كل الحواجز الأساسية وخاصة منطقة جنوب طباس بشكل كامل مع منطقة حاجز يسير في هذه المنطقة إشمالا هذا النموذج من طريقة الاقتحامات يسابر عليها العدو تقريبا في الضفة الغربية بشكل عادي لم يتغير شيء في مستوى هذا الموضوع الاعتقالات تتزايد بشكل كامل وأيضا الإصابات أو الاستشهاد بلغ رقم غير طبيعي تقريبا في الضفة الغربية ولا نتكلم عن معركة مفتوحة مثل غزة أو مثل المعركة مع الجبهة الشمالية لذلك تأتي أهمية الضفة الغربية وحساسيتها أن العدو يعيش على أعصابه دائما لناحية صغرة الضفة الغربية والتي يعتبر ربما كل يوم هو ربما ينام ويصح على أن هناك ربما انتفاضة قوية في الضفة الغربية لذلك هذه الحملة الواسعة في كل مكان وفي كل بلدة في الضفة الغربية دكتور هاني فيما يتعلق بآخر تطورات في الضفة الغربية كانت هناك عملية استمرت عدة أيام أسوار الموت هل حقق العدو أي من أهدافه فيها باعتقادك؟ نعم هذا سؤال مهم ولعلي هنا بس أعقب سريعا على رسالة لكتاب القسام قبل قليل حول الأسرة وواقع الأسرة ورسالة للمجتمع الإسرائيلي وأهالي الأسرة قبل قليل أعلنتها هذا أنا ما توقعته بالأمس خلال لقائي على قناة الميادين أنه نعم اليوم كتاب القسام توقعت أن ترسل رسالة لأهالي الأسرة لأنه يوم السبت تحديدا هو يوم مهم جدا في المظاهرات التي تنطلق في مراكز الثقل في الكيان الإسرائيلي وخاصة مركز وجود الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية نتنياهو والكنيست المراكز الأخرى هي رسالة مهمة جدا بهذا التوقيت تحديدا لترسلات كتاب القسام لتعزز رسائلها السابقة ولتصب مزيد من الزيت على نار الإشتعلات وأنا بتقدير هذه الرسالة تؤتي أكلها بشكل كبير جدا وهناك تأثيرات كبيرة للرسائل للقسام خلال الأيام الماضية سواء كانت بموضوع اللواء العسكري أكبر رتبة عسكرية لكتاب القسام وحتى موضوع الأسرة الأربع لدى كتاب القسام ومصير الأسرة سيكون مثلهم أن الاحتلال تجاهلهم والاحتلال يقتل الأسرة والرسائل الرسالة سبقتها أيضا بموضوع الأسرة لدى المقامة الفلسطينية ومصيرهم ومصير أسرة 7 أكتوبر هذا مهم جدا أنا بتقديري اليوم التوقيت مهم جدا توقيت انطلاق المظاهرات هي تزيد طاقة هذه المظاهرات الزيت على هذه المظاهرات لتشتعل أكثر وأنا أعتقد أن اليوم سيكون يوم فارق ويوم كبير في زخم المظاهرات سواء من أهل الأسرة أو مشاركة أطياف جديدة حتى من جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى من إنعكاساتها على المجتمع الإسرائيلي أنا أعتقد أن هناك تأثير كبير وتحول كبير من موضوع الأسرة نقطة الثانية حول رجوعنا إلى سؤالك بموضوع جينين واضح أن الاحتلال الإسرائيلي في معركة جينين أراد أن يحقق عدد من الأهداف في موضوع جينين الهدف الأول محاولة تحييد المقاومة الفلسطينية قتلا أو إصابة أو حتى يعني اعتقالا الهدف الثاني محاولة القضاء على قدرات المقاومة الموجودة سوى ورش التصنيع الأماكن الموجودة الانطلاق للتصنيع أو محاولة كي وعي الحاضن الشعبي للمقاومة الفلسطينية من خلال استهداف البنية التحتية والخدماتية أخيرا أيضا الاحتلال الصغير يهدف كان من خلال جميع معلومات عن تطور المقاومة أماكن تطور المقاومة أي معلومات في جيش الاحتلال الإسرائيلي في النهاية هل تحققت هذه الأهداف أنا بالتقديري لم يتحقق هذه الأهداف بل بالعكس المقاومة الفلسطينية أطلقت على هذه المعركة أصوار الموت تيمنا وإعلانا كمشاركة بطفاة الأقصى والاحتلال الصغير أطلق بشكل واضح على المقاومة في جينين أنها أصبحت كغزة وأكثر من غزة قوة وأن الاحتلال واجه عنفوان كبير من المقاومة الفلسطينية أما موضوع الحاضنة الشعبية واضح أنه كان من خلال خروج شعبنا الفلسطيني بعد أن سحب جيش الاحتلال الصغير يجر أذيال الخيبة والهزيمة وعمليات الكمان التي قامت بها المقاومة الفلسطينية وتدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي الحاضنة قامت برفع وتنظيف المدينة من أشلاء جيش الاحتلال الصغير وخاصة ناقلات الاحتلال الصغير وخاصة ناقلة نمر وهذا يؤكد أن كل أهداف الاحتلال فشلت بل بالعكس تزيد شعبنا صمود وقوة واليوم نتحدث نعم حقيقة أن جينين أصبحت نقطة انطلاق للمقاومة الفلسطينية ثابتة لا يمكن القضاء لا يمكن تدميرها وهي فعلا أصبحت ملهمة كغزة وجزء ثاني تمثل غزة في الضفة الغربية في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي تمام كان ذا فيما تعلق بها الجبهة المساندة الثانية في الضفة الغربية أما عن جبهة الإسناد التي تبدو أيضا إلى تقل اشتعال عن قطع غزة سيادة العميد جنوب لبنان شمال فلسطين المحتلة وكما في كل يوم اعتداءات إسرائيلية وردود من المقاومة وردود منتقاه ماذا في جديد اليوم؟ نعم ردود منتقاه نستطيع ربما أن نضيء بداية على موضوع استدفاء الدبابات ربما في المرحلة الأخيرة كانت قد غابت فترة قصيرة استدفاء الدبابات لأسباب ربما العدو كان قد يعادها إلى الخلف قليلا ولكن اليوم مع استعمال المقاومة الصواريخ الموجهة على كاميرا والتي لم يعد هناك قدرة لتجاوز إمكانياتها إذا كانت تسير الدبابة في منطقة غير مرئية أو منطقة مخفية لذلك نلاحظ هذا العدد من استهداف الدبابات في المرحلة الأخيرة هناك لافة يجب الإضاءة عليها في مركز شتولة للعدو بالأمس تم استهداف دبابة بداية تم رأس الدبابة تم استهدافها تم تبديلها وتم سحبها إلى بقعة غلفية وبعد فترة قصيرة تم إعادة دبابة أخرى على نفس المسلك تقريبا وعادت المقاومة وسادفت الدبابة الأخرى وسقط إصابات أكثر في الدبابة الثانية على نفس المكان تقريبا السؤال الذي يطرح هل لماذا العدو إعادة الدبابة إلى نفس النقطة الأساسية طبعا السبب هو نلاحظ أحمد ينشتولة هي من المراكز الرئيسية الأساسية بمواجهة عيد الشعب ومواجهة رامية ولا يمكن الاستغناء عن مركز رصد واستهداف أو مراقبة ورمي لدبابة مثل دبابة العدو لذلك هو مضطر أن يعيد هذه الدبابة إلى نفس المكان من هنا تأتي أهمية الاستعلام والمراقبة التي تسابر عليها المقاومة في هذه النقطة وتستفيد من هذا الموضوع الاستلامي بأنها بدأت تمتلك سلاح أو زراع جد فعال لا يمكن مواجهته وهو الصوريخ الموجهة على كاميرا وهذا الذي تنجح به هذا تقريبا في المناطق أو الكطاع الغربي في القطاع الشرقي بشكل عام نستطيع أن نقول أن هناك استهدافات أيضا متواصلة بشكل كبير وهناك أيضا مثلا في منطقة مرجليوت في منطقة المرج في هذه المنطقة منطقة المالكية هذا الزنار تقريبا الغربي الشمالي الغربي من أصبع الجليل بشكل كامل دائما هو يستهدف بشكل كبير كل التجهيزات الهندسية تستهدف يعني طالما يتم إعادتها تعاد وتستهدف بشكل كبير كان هناك استهداف أيضا على قاعدة يؤف بمسيرة أنقضاطية منطقة خلفية كل المناطق الخلفية اليوم الغير مرئية بالنسبة للمقاومة لم تعد بالنسبة للمقاومة تشكل أي حاجز أو أي صعوبة هذه الأسلحة النوعية التي أدخلت أو أدخلتها المقاومة الإسلامية إلى الخدمة هي اليوم أصبحت تستهدف أو تتجاوز كل المناطق المخفية قاعدة خلفية أو سكنة خلفية لدعم المدفعي وعادة الدعم المدفعي يكون في منطقة غير مكشوفة أصبحت تستهدف بشكل شبه يومي إما بصواريخ فلق أو بركان أو بمسيرات انقضادية قاعدة إليت في هذه المنطقة نتكلم عن مسافة هذه كلها مسافات تقريبا بحدود 9 كم أو 10 كم أصبحت زنار وصول أسلحة أو صواريخ المقاومة إلى مسافة 9 أو 10 كم هي أصبحت سابتة بشكل كامل على هذه الخطوط دكتور هاني في إعلان المقاومة الإسلامية في لبنان عن بعض الاستهدافات للآليات العسكرية الإسلامية كان لافتا أنه يقول استهداف دبابة متحركة وإيقاع تقمى بين قتيل وجريح ما الفرق في صياغة الإعلان بين أن تكون دبابة متحركة أو دبابة ثابتة عادية طبعا الفرق كبير وعندما نتحدث عن دبابة متحركة أو أي هدف متحرك يتم باستهدافه سواء من قانص الدروع أو من قناص السلاح القانص ضد الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد نحن نتحدث عن مهارة عالية جدا يحاول فيها قياس حركة سرعة الدبابة أو الناقلة أو حتى سلاح القانص العادي يكون فيها عملية حسابية معقدة جدا ولابد من خلال هذه العملية أن يصل خلال ثواني إلى تحديد الرماية لاستهداف الهدف مباشرة عندما نتحدث اليوم عن تطور في عمليات الاستهداف أنا أقول لك يا رسالة أيضا بالإمكانات والتكتيكات والمهارة التي يمتلكها مقاتل حزب الله اليوم نحن لا نتحدث عن أسلحة وبالمناسبة ومعلومة مهمة جدا في موضوع الأسلحة حزب الله بتقديري حتى هذه اللحظة لم يستخدم الأسلحة النوعية الحقيقية التي تؤثر على ميزان هذه المعركة هو لحتى هذه اللحة يقدم رسالة جيش الاحتلال الرصائيلي في حال بدأت معركة حقيقية سنشاهد أسلحة ستغير فعلا وجه هذه المعركة لصالح البقاومة الإسلامية ولصالح لبنان بشكل واضح النقطة الأخرى أيضا في موضوع الرسالة التي يوجهها وهي نحن تحدثت عن موضوع الأسلحة تجاوزناها ورسالة أسلحة تجاوزناها لكن هناك رسائل مهمة جدا وهي الأهم هي رسالة المقاتل المقاومة اللبنانية كالمقاومة الفلسطينية هي بذلت جهد كبير في صناعة المقاتل اللبناني هذا المقاتل الذي يمتلك كل شيء وعلى رأس هذه المهارات التي يمتلكها هي مهارة إصابة الأهداف المتحركة الإسرائيلية وهذا بالتأكيد نقطة مهمة جدا في تحقيق مزيد من الأهداف ضد الاحتلال الرصائيلي النقطة الأخيرة واضح أن هناك أيضا كابوس يسمى عند الاحتلال الرصائيلي كابوس المستوطنات هناك أيضا درجة مصدقية المقاومة اللبنانية أكثر من درجة مصدقية نتنياهو أو الجيش يقولون إذا أرادوا تدميرنا سيدمرون ولا يوجد حديث عن موضوع قلة الإمكانيات أو ضعف الإمكانيات المقاومة اللبنانية إذا قالت ستفعل وتدمر المستوطنات بشكل واضح وأنا بتقدير هذا من خلال الرسائل التي يتم توصيلها أنا بتقدير كل الرسائل التي أوصلتها المقاومة الإسلامية أتت أكلها وأثرت فعليا على الوعي الإسرائيلي وعلى المصدقية وتقليل ثقة وتعزيز فقدان الثقة لدى المجتمع بالقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية وأنا أقول لك نهاية الاحتلال الإسرائيلي واضح أنه كما تحدث السياسة العميد وهذا أصبح واضح في الميدان يعاني من إصابات كبيرة في الميدان من خسائر بشرية من ضعف معنويات من قتل عدد من قيادات ونحن نتحدث قتل القيادات يعني قتل أركان من يدير هذه المعركة الركني الأساسي هو القيادة المقاومة الفلسطينية في غزة تمكنت من قتل عدد كبير من قيادات العدو وهذا يؤكد على مصار المعركة وإدارة خطة العمليات وتنفيذها والخبرة والأهم من ذلك هو الخبرة إضافة إلى الخسائر الكبيرة في الآليات والمعنويات وهو الأهم غزة معركة غزة جعلت معنويات العدو بالحضيد ومن خلال رسالة يتم الرسالة حتى القائد الكبير العسكري الأسيلة لدى المقاومة الفلسطينية بمعنى العدو إذا اتجه إلى حرب مع لبنان هذا أنا بتقديري ضرب من الجنون لا يمكن لأي عاقل أن يقوم فيه إلا نتنياهو الذي يفقد عقله ويفقد كل توازنه وعقلينته هو الكيان الإسرائيلي نعم طب هذا فيما يتعلق بإجابة الأسنادة اللبنانية سيد العميد ننتقل إلى إجابة الأسنادة اليمنية ماذا في جديدها جديدها ربما آخر بيان لي الكوات المسلحة اليمنية استهداف سلس سفون في سلس بحار وهي النقطة الأساسية قد يكون اللافت اليوم هو هذه العملية المركبة في البحار السلسة الأساسية التي هي أساسية في المنطقة أو من منطقة الشرق الأوسط نتكلم عن استهداف باخرة إسرائيلية في منطقة بحر العرب تقريبا في هذه المنطقة وهي تم استهدافها بمسيرات وبسواريخ عندما نتكلم عن استهداف بحر العرب من المناطق اعتبرنا التي هي تحت سيطرة الجيش اليمني ووحدات أنصار الله نتكلم عن ربما مسافة تتجاوز 800 كم أو 900 كم هي مسافة غير عادية هذه نقطة أساسية الاستهداف الثاني في منطقة البحر الأحمر منطقة البحر الأحمر ربما هي أقرب واستهدافات تكون فعالة بشكل كامل هذا الباخرة الثانية الباخرة الثالثة وصلت إلى منطقة المتوسط وهي أيضا نقطة ربما لافت اليوم أن يكون هناك استهداف على منطقة المتوسط طبعا هي ربما تكون على المرافق المتعلقة بحيفا مبدئيا في المنطقة الأساسية أن يكون هناك إقفال أيضا أو قدرة للوحدات اليمنية من مسافة أكثر من 2500 كم تقريبا من تجاه اليمن على الوصول والسيطرة على هذه المنطقة بنسبة جزئية نتكلم دائما والتأثير حتى التأثير في البحر أحمد هو مهم جدا حتى لو كان تأثير جزئي هو يؤثر لأن اللعبة في التأثير في البحر هي لعبة خوف ومعنويات أكثر منها لعبة فعالة حتى عملية الشركات هي تخاف وتأثيراتها تكون عادة لها فعالية حتى لو لم تصاب الباخرة بشكل كامل لذلك أي قدرة للوصول بمسيرة أو بصواريخ إلى هذه المنطقة من قبل الوحدات اليمنية هذا يوسع مروحة التأثير اليمني على منطقة كما قلنا ثلاث بحار أساسية في منطقة الشرق الأوسط هي البحار الأساسية طبعا وحتى في حال لم يصب الباخرة أو صفينة المرصودة فهو يعمل على إشغال الدفاعات الجوية الإسرائيلية ويبقيها في حالة استنفار مستمرة من قبل المقاومة سواء في العراق أو في اليمن جزيل الشكر لك العميد شارل أبي نادر الخبير في أشؤون الأمنية والعسكرية وأيضا قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة من الميدانية جزيل الشكر لك دكتور هاني الدالي الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية مشاهدين الكرام هذه الساعة من الميدانية انتهت ولكن الميدان كما في كل يوم وعلى مدار أيام طفان الأقصى ومشتعل وسنبقى على متابعة مستمرة وحثيثة لمجمل تطوراتي على أن نلقاكم في تغطية لاحقة في أمان الله اشتركوا في القناة